حديث مشاهدين عن الخارطة التي وضعتها الوكالة الوطنية للنفايات من أجل القضاء على المفارق العشوائية المنتشرة هنا وهناك للأسف نستقبل في الأستوديو مزغيش ابتسام مهندسة بالوكالة الوطنية للنفايات صباحك سعيد ابتسام أهلا بك معنا صباح الخير مرسي برو الإنفتاشن ونشكركم على الإهتمام بتاعكم دائم في المجال البيئي شكرا نحن حماية البيئة قضية قدمناها الأولوية من خلال هذه الفقرة ومشكورين أنتم على التعاون والتنسيق معنا في كل مرات تبعتونا مهندس ومهندسة أيضا يقدمونا تفاصيل أكثر يلا قبل أن نبدأ ونهضر على هذه الخارطة ابتسام خلينا نعرف ما هو المفارق العشوائية داكا إذا حبتنا نعرف ما هي الوكالة الوطنية للنفايات هي هيئة عمومية ناشطة تحت وصاية وزارة البيئة والطاقات المتججدة تعمل المهام ديالها هي مرافقة السلطات المحلية باش يقدروا يديروا لتسير النفايات ومشابهها داكا بالنسبة المفارق العشوائية نعرف لك شو ما تقبل المفارق العشوائية أكيد تفضلي مفارق العشوائية هي عبارة عن مكان أو مكب تحتوي فيه الدفايات من جميع الأصناف ديالها سواء منزلية هميدة خاصة أو خاصة خطيرة هذه الدفايات متواجدة في هذا المكان هدايا بطريقة عشوائية وغير قانونية كمية معتبرة وقدش نقدروا نقولوا بلك هذه مفارقة عشوائية والا وقدش نصنفوها يعني كمفارقة عشوائية باش نقولوا للسؤال مليح كيفاش نفرقوا ما بين نقطة سوداء ومفارقة عشوائية نقطة سوداء حي تكون ربما على المستوى الأحياء على المستوى الأحياء وكتنش تخص مكان صغير ماشي مكان كبير باش نقولوا مفارقة عشوائية راح تديننا ميسحة كبيرة راح تكون عندها خطر على البيئة والمحيط المجاور لها هاد المفارقة العشوائية هادية حتش كنا أخطار عديدة سواء على صحة الإنسان أو للنابات عندها بزاف تأثيرات التأثير اللي لي كامل هو التأثير البصري كشوه حدث يكون جايز التلوث بصري يعني حتشوه المنظر العام تها ديك المنطقة حتشوه تانيت البيئة تها ديك المنطقة راح ينفر السكان منها والمواطنين منها وكانت التأثيرات الأخرى هي تأثير على المواطن تأثر على المواطن بطريقة مباشرة وغير مباشرة بكل طرق تأثرت خاصة الروائح المنبعثة من هاد المفارغ العشوائية وتنبعث المسافات بعيدة أيضا يعني قاطنين الأحياء راح يتأثروا بها قاطنين الأحياء تمك سواء اللي راهم قرب لها سواء كان بالك كما يقولون أراضي فلاحية تمك راح تشكل خطر كبير على الفلاح والمنتوج الفلاحي أيضا الأكيد أنه خاصة عندما ربما تصب بشتهدك السموم يعني اللي تراكمت من فوق راح كلها تمتصها التربة وتتنقل أيضا المياه الجوفية لي ربما يصطموها الفلاحين أيسا كذلك كما نقولون كي تسحل النفايات راح تشكلنا مادة هي تسمى عسارة نفايات نكسيفيا هاد الكسيفيا هو وسائل جد سام وخاطر على فحة عسارة نفايات عسارة نفايات مفرغة عشوائية لكن كيفاش حتى تبن هدك المفرغة العشوائية وكيفاش حتى تتراكم هاد أكرمكم الله سمحونا يعني يعني الموضوع بالضرورة أكيد يعني مواضيع صباح دي نحبه يعني تكون لايت لكن لازم نتخلصوا لهذا المواضيع خاصة ما تعلق بالبيئة بأولوية كل الحكومات حول العالم إذن نحاوض نقولون موضوعنا كيفاش حتى تتراكم يعني هاد الدرجة وشكل هو يعني السبب المتسبب ونراهم ربما أيضا الرقابة ونراهم الجهات الواصية كيفاش حتى تنتشر بهاد الطريقة كما قلت لك مقبيل على النقاط السوداء النقاط السوداء إلى ما ما تحركناش وقضيناه لهم ما تحكمناش فيهم راح دكات فعيظم مواطن حيشوف نقطة سوداء حيرمي فيها ما رصب شوين يرمي حيرمي فيها هو هي رايحة مواطنين جميل مواطنين اللي حيجوزهم تمك حزيدوا يرمي فيها حتكبر مشيبك مواطنين حتى البلديات والسلطات المحلية إذا ما صابت شوين ترمي هذه النفايات حيكون هذا السبب من أسباب تراكم هذه النفايات أكيد يلا خلينا نتوقفوا عن صور مدوب هذه الخريطة هذه الخريطة هي مبين استراتيجيات الوزارة البيئة والطاقات المتجديدة باش المراحق كيفاش نقضيه هال المفارغ الأشوائية بمرحلة الأولانية كامل درنا كما نقولو حددتوهم تحديد مواقع المفارغ الأشوائية رانا لحقين الـ 18 ويلايا 18 ويلايا شحال من موقع حددته مفارغ الأشوائية عبر كابل تراب الوضاني ألف وتسعة ألف وتسعة يعني عدد كبير جدا عدد كبير وهائل يعني المفارغ اللي تم إحصاؤها فقط خيلي بالك ما زال ما لحقتولها كي ولاية تحديدو خيلي ما زال ما لحق لهم يعني العدد مرشح للارتفاع إن شاء الله لا نشوفه ما تقسح لي لا لا أكيد رح يرتاحه أنا نشوفه الكوارد يعني صح يعني بسحديدو نقول لك علش مشيحي وبعدها نهضو على الحول إن شاء الله يا ربي علش دلنا المناطق الساحيلية بون دلنا قاعد ولاية الساحيلية دلنا لها التحديد مواقع المفارغ الأشوائية دلنا مناطق ساحيلية علش خيرنا دك يقولوا علش دلنا المناطق الشمال ومدرنا الجنوب دلنا على جل كتفة سكانية كتفة سكانية عالية في الشمال مقارنة بالجنوب كنت كنت كتفة سكانية أوتوماتيك مو حيكون إنتاج النفايات أكثر من كتفة سكانية قليلة أكيد وثاني تعالى أخطار اللي كابب ديرها هادالنفايات في المناطق الشمالية وش معتا مناطق شمالية معتا الكليمات حيكون ناومي كين بخيسي بيتاسون عالية تساقط الأمطار حيكون عالي كل ما يكون تساقط الأمطار عالي رح يكون كل ما يكون تساقط الأمطار عالي حيث تكون كمية العساة النفايات تنتج هناك بيئة ملائمة من أجل تكاثر الجراثين والبكتيريا وخاصة عساة النفايات اللي توجد نقول لك اللي هي سأل جد سام نعبدو نقول لك قبل ما نجو هاده خلينا نختمو بها نعبدو نروح ونشوفوا صور أخرى لمفرغة عشوائية للأسف تمتد على مساحة كبيرة خلينا من خلينا أكيد قلت لك على المناطق ساحلية وبعد مناطق الداخلية كيما سطيف برج بوري ريج كانت هانت مدية كانت هانت قسنطينا إلى ما سيت الولايات الأخرين تعنيت وأنت لم يكن فيها ولاية ساحلية ما هي أبرد الولايات الساحلية ربما لم تصبتوا فيها أكبر عدد من المفارغ العشوائية هي الولاية اللي لصبنا فيها بثاف المفارغ العشوائية هي وليت زيوزو 22 وقل مفارغ عشوائية للأسف للأسف الولاية اللي لقيتنا فيها عدد قليل هي ولاية أضرار وفي ولاية كبيرة وولاية صحراوية مكتش كثفة سكانية معتبارة مناطق أخرى أيضا ربما الزائر لبعض الولايات السياحية لتعرف يعني حركة خلال موسم الاستياف أكيد نشوفه أيضا تراكم لهذه المفارغ العشوائية وبكثرة يعني ما يشوه المنظر العام أكيد أيضا من بين المناطق الولاية الخانية كامل لنا هي ولاية وهران ما فيها بزاف؟ فيها بزاف فيها حوالي 135 مفارغة عشوائية درنا هذا المشروع جزائق العاصمة جاء زائق صعبة صعبة أكيد الإمكانيات الموجودة في الجزائق العاصمة هي ماشي باك الإمكانيات المشاريع المشاريع اللي كانت كاينة هنا بشناية باش نهضر مع الأخر كامل مفارغة عشوائية في الجزائر كانت واقعي لا تحتوي على هي على 45 هكتار موزة على 45 هكتار وكانت تحتوي على شحالي ربي 8 ملايين طن من النفاية هي أكبر مفارغة عشوائية في الجزائر والحمد لله قضينا عليها قدرنا نقضيه عليها جميل أعلى كم سنة يعني متد المشروع هذاك؟ مشروع هذا الصمار هي يعني أنا كبرت معه منينش فعله أنا من جيل تسعينات كبرت معه أنا تعني نجوز على العفاك نجوز مع ذلك طريق نشمو هذه كريحة كانت أكيد منظر هذه كريحة منظر هذه إذا اش حال؟ شحال من سنة أخذت تقريبا؟ هي أخذت تقريبا؟ نعم بينما انتهت في 2009 2009-2010 ولمشروع إستيام المشروع في 2020 تكمل كل جميع نعم نعم نعقب المفرغ للقاعدات إن شاء الله نشاهد مما يزعى في هذه الفترة كيف كانت بكري كيف كانت بكري يعني نشاهد هذه الحافلات كيف احتلت الحق لها الواتصمار؟ من قبل كانت هي المفرغة للجزائر كان العسامة كان متر من أكبر الشحنات أخبأ أقول كانت مفرغة عمومية لازم يرمو في هذه المفرغة فانتاني سيت اوبليجي باش نقدو عليها اكيد يلا هنو رحو نشوف ايضا صور اخرى كنت نشفت مفرغة اخرى ولو انها صغيرة لكن انتما صنفتوها كمفرغة عشوائية صورة حبدالو كان يوسف روية في قلال يوم في الاخراج يعاودي قدمنا صورتها للأسف هاد النوع من المفارغ هاده وجاية في خلاصة سياحية سياحية وين؟ هاده نعمالما في ولاية جيجل جيجل او بجاية هاد المكان وين جاي؟ جيجل ولا بجاية جيجل ولا بجاية نعم في منطقة غابية منطقة غابية الوصول اليها صعب جاية في الفقه في الغابة كانت كاينا تانيت مفرغة اخرى بون هي مفرغة ما بين المفرغ اللي قدمنا نحصيها في ولاية جيجل كانت مام جيجل فيها عدد واعتبر من المفارغ العشوائية صحيح هروم بجاية حديث يعني جيجل ربما عندها مقاومات سياحية يعني محتبرة يعني كاي مقاومات سياحية كاي من مناطق سياحية رائعة كاي شواطئ عدراء لكن كل هذه الشواطئ عرضة للتلوث لا سيما ما تعلق أيضا بالشواطئ في عنابة أيضا نفس الشيء نشوفوها قابلت سياحية راهية عرضة لهذه المفارغ العشوائية للأسف وهذا يعود أكيد الثقافة للمواطنين الجزائريين للأسف اللي ربما وين يشوفوا مفرغة رح يزيدوا ويرميوا عليها للأسف هي ما أننا نحصوها شديركتهم في المواطن شيغا المواطن هو المسؤول على هذا أكيد راح نعرض للمسؤولية المشتركة إذن خلينا فقط نوجهه ربما بمأننا نفتحنا النقاش اليوم حول هذا الموضوع أن الجزائر ربما تستمتع بربما مقاومات سياحية تتمتع عفا أقول بمقاومات سياحية معتبرة يعني الجزائر كما يصفوها الكثير حول العالم بالبلد القارة يعني نشوفوا الغابات الشواطئ الصحراء نشوفوا أيضا مناطق جبلية الأسقات الداخلية اللي حب يحوسها السياح الأجانب ربما نقاط سوداء منتشرة في كل هذه المناطق نروح حتى للأسف الشواطئ يعني العدراء اللي مشي كم الناس اللحقوها يعني مش اللحقوها لازم نروح صيرا عن الأقدام للأسف أو مشي على الأقدام للأسف نشوفوا أنه نصيبوا فيها نقطة سوداء تركمت فيها النفايات والمسؤولية أكيد مشتركة الغابات أيضا لربما مواطنين هدا بدأوا يعودوا لها تدريجيا ويستمتعوا بأجواءها وبهواءها الناقي حتى هي الآن أصبحت عرضة لهذا التلوث ولي ولفناه للأسف والمسؤولية مشتركة كنت قلت لي بتي سمى القبش اللوم فقط على المواطن هناك مسؤولية مشتركة يعني اتحدثنا عن المواطن كون أيضا تتحمل هذه المسؤولية؟ هي جمع الأطراف تتحمل هذه المسؤولية على هذا في 2001 خرج قانون يمنع منع باتا تشكل أو تجميع هذه المفارغ العشوائية هذا القانون ينص على مسؤولية على المراكز الردم التقنية لكي نعتمدوا على هذه المراكز الردم التقنية لكي ننص على المفارغ العشوائية والسلوطات المحلية ترمي هذه النفاية اليومية في المراكز الردم التقنية لكي ننص على مفارغ العشوائية ولذه المفارغ العشوائية التي ستعلقucc على المصورية كيف أقدرها الخاصة في مريضة لكي نستخدم الجامعة لكي نفس المراكز الردم التقنية wast violate بما كنات متأكدة O مركز الردم التقنية estable تشاهل في مخلفات العشوائية ومخلفاته كي بيطان وكانت نفايات الخاصة والخاصة الخطيرة هذه نفايات مستشفية والنفايات الخطيرة الأدوية أو ما شابهها كما قلت لك المراكز زرد من التقني راح ينقصونا بشكل كبير ظهور البفارغ العشوائية من جديد أيضا توعية المواطنين ربما هذه مسؤولية تقع على تقمن ربما وزارة البيئة من جهة أيضا الوكالة الوطنية للنفايات لا تشوفيش أنه من ضروري اليوم ربما يشاركها في هذه العملية من خلال ربما تنظيم أيام وأبواب مفتوحة للمواطنين بشي وعيهم بهذه الخطورة هذه المفارغ العمومية العشوائية عشوائية هي عمومية وعشوائية هذه الحملة التحسيسية رأي تقوم بها كل تقريبا كل مناسبة الوكالة الوطنية للنفايات كأن تنت حملة التحسيسية نروح المدارس أعلى حوال المدارس لأن تتعلم بشيء في هذه المكتسبات وفي هذه العقلية الجديدة يجب أن تبدأ من صغر لأن الطفل الصغير سوف تفهمه وأن تتربع لهذه الطريقة إن شاء الله سيكبره أوتوماتيك ما لا يزيد شي يدير وش داره للناس اللي من قبل أكيد للأسف نشوفه ربات البيت يعني يحرصوا على نظافة البيت تحهم يحرصوا لازم دارها تكون تشعل مصحب الرامع ليش أنه البيت المشترك لكل الجزائرين للأسف لازم نكونوا وعين بهذه النقطة نقف عند هذه الصورة نحتضر المشاهد لهذه الصور لكن من باب التوية كارثة بيئية بكل مقايز في صورة يعني نعم صحيح أنت كمهندساء علقين عليها طين الأثر تعهد النفايات اللي تركمت في هذه النقطة على الواد اللي رانا نشوفه من تحت كما قلت لك مفارغ لاشمائية تقدر تصيبها في أي مكان ما عندهاش صفة قانونية ولا صفة ولا جهة معينة من حسطرما تلقى تقدر تصيبها في نامبورت بلاصة كما هنا رح يقدم واد رح تشكلنا خطر كبير كما قلت لك على تصيبه من جهة الإكسيفيا الإكسيفيا هنا إلا تحلت وحبطت الواد رح يمشي من جهة وحده غراء رح تشكلنا رح يمشي حيث رح ينتقل الامرات هينتقلوا من بلاصة الوحد دخرة ربما السكان ليسكنوا قدم هاد الواد ليستهلكوا هاد ما رح يكونوا عرضا أيضا المواشي نشوفوا البلك الأغنام اللي رعاوا في هاد الواد لي شربوا هاد المحتة هما رح يكونوا عرضاني يتسمم نعم اوتوماتيكما بسك هاد الإكسيفيا هادية رحي خطيرة على الإنسان على الحيوان على حتى النباتات رح تقتل تقضي على غير طاق نباتي ربما تقضي ديرك طوال للغيران نباتي بسك هي رحي فيها بزاف المواد اللي تكسيك رح يقضي ديرك طوال لغاسين تاعل البلانت اللي قاهم و تقعد في التربة تقعد في التربة تقعد في التربة بصح وقت معين ماشي آفي على هادار يقضي لك في المركز التقني هادو ما كين وش معتها مركز التقني فيه خانادق فيه دي كازي هاد الى كازي حي يجتمعوا فيه لنفايات هادو ومباد حي نقدرون ندروا المعالجتهم ماشي هنخليوها هكي حي يكون تكون معالجة يكون تدوير ايضا معالجة وتدوير ورسكة لتانيت سيخطو بوعلجة لإكسيفيا تختمو دا الإكسيفيا كان محطات سبيسيال باش يعلجونا هاد لعسارة النفايات عبارها محطات سبيسيال لتختمو دا الإكسيفيا وكانتات اللي مهدرناش عليه هو البيوغاز بسكو في الديفايات رح لنا نتيجين نتيجة نفايات نتيجة نفايات نتيجة نفايات وغاز الحيوي الغاز الحيوي هدايا من عدة غازات سي أشكات وغاز الميتان الأشدوزاز كنتين تسي أودو والأودو هدا سي أشكات هدا سي أشكات هدايا هدا سي أشكات هدايا هو غاز ما من الأشدوزاز هو غاز قاتل سام سام قاتل هدا رح يشكلنا ماباش هاتكو توفي ميندك تلقي دا دا شاق صوفاج هكا صغار ولا نقاط سوداء هين دباب أفوقهم ولا يحرقوهم هدا ما هم يعطلون كي حرقوهم حيتخلصوا منهم هدا مفهوم خاطئ جدا هدا الحرق هدايا رح يلس تنشقتون تايا حيخرج لك حيطلع لك سي أشكات لأشدوزاز حيسبب لك مشاكل صحية ومبعدة أكيد وحنا نتسألوا دائما كنشوفوا يعني ارتفاع في إصابات بمختلف سراطنات من نجن المرض يعني المرضى ويجي من هدا حاجة خلينا نختم بهات الصور الجميلة هذا أعظم مشروع قدرت وزارة البيئة ونطقات الموتى جديدة في الجزائر وحتى في إفريقيا قدرنا نقضيو على جميع النفايات اللي كانت متواجدة هنا حوالي 8 مليون طن وتانيت قدرنا نسترجعو 45 هكتار من الميساحة كانت بكري كنا نجوزو عليها كانت في حالة كاريتية دو كولت فضاء عائلي ومساحة خضراء يقدروا يستمتعوا بها الناس لكن مش مفتوحة للجمهور لا لا ما زال دو كحنا سلمنا هالسلطات المحلية دو كنشوفوا وقتش وتربة الأنراهي معالجة قلت لي أنها تمتس وموم صحية ما كاش أثرها من أطفال بلك يحطروا بلك يلعبوا في القاعد بالسبب أنا نريد ملحاكة أنا نريد ملحاكة المحطات ونقدرون تانيت محطة معالجة البيوغاز الغاز الحيوي نقدرون تانيت استعمله في طاقة كهربائية يستفد منه هذه المشروع كامل المفارغ العشوائية تولي بهذا الجمال والإخذرار إن شاء الله شكرا لك مزغي شبتسا مهندسة بالوكال الوطنياني النفايات كنت تدفتنا اليوم في الأستوديو شكرا لك ومرحبا بك